فيه اهتمام كبير من الدولة بتنمية وتشجيع الاستثمار الرياضي لأن دلوقتي الرياضة أصبحت صناعة مهمة جداً وبتفتح مصادر للدخل وبتجذب كمان لرؤوس الأموال دلوقتي فيه تعديلات بتتناقش في مجلس الشيوخ على بعض مواد قانون الرياضة عشان يناسب النهضة اللي بتعيشها مصر في مختلف المجالات يعد الاستثمار الرياضي واحداً من أهم الاستثمارات الاقتصادية في العالم فهو العمود الفقري الذي تعتمد عليه بعض الدول لإنعاش خزينة اقتصادها ولهذا النوع من الاستثمار أهمية كبيرة في عملية البناء والتنمية كما أنه يعد مادة جاذبة لرؤوس أموال متعددة ذات عائد قوي وتعمل الدولة المصرية على وضع خطة طموحة للدفع بعجلة الاستثمار الرياضي ليكون أحد أهم مصادر تمويل المشروعات التي تستهدف التطوير والنهضة في هذا المجال من هنا بدأ مجلس الوزراء في تقديم تعديلات تشريعية لتعالج كثيراً من المعوقات إلى جانب عملها على تشجيع الاستثمار الرياضي ومنها مكافحة المنشطات وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها فضلاً عن دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري للجامعات كذلك تم التطرق إلى مهام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مع علاج إشكاليات التطبيق بخصوص اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية وجاءت التعديلات الخاصة بالاستثمار الرياضي لتعطيه دفعة كبيرة للتغلب على الإشكاليات التي تكبل انطلاقه بالصورة المستهدفة وبما يتواكب مع النهضة التي تعيشها مصر بمختلف المجالات وفي القلب منها القطاع الرياضي وشملت المقترحات التشريعية المقدمة على قانون الرياضة والمعروضة أمام مجلس النواب بتعديل المادة رقم 71 لتقضي بأن تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وكذلك شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة كما أن الأندية لها الحق في إنشاء فروع لها على شكل شركات مساهمة بموافقة الجهة الإدارية المركزية ولا شك أن الاستثمار الرياضي سيساهم بشكل استثنائي وكبير في إضافة منصات استثمارية جديدة للاقتصاد خصوصاً وأن الرياضة تساهم بنسبة 1.8% من الدخل القومي في مصر بما يساوي 49 مليار جنيه طبقاً لما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصان ترجمة نانسي قنقر